لو هنتكلم عن مشاهد السينما المصرية فيه مشهد ما يتنسيش لما عرفت الفنانة حنان تورك في فيلم تيتو إن حبيبها وخطبها اللي كانت خلاصها تتجوزوا عنده ماضي إجرامي فرد عليها أحمد السقق أو تيتو في الفيلم قال لها أنك كنت عيل من العيال المرمية في الشوارع ما بين الخربات والإشارات والارصفة ما لقاش حد يقوله الحلل من الحرام والصح من الغلط عيل من اللي أنت نفسك قلت عليهم ملهمش زنب وكلمك ده اللي شجعني حسسني إنك ممكن تقبليني ساعتها البطلة قالت لبطلة أنا فعلا قلت إنهم ملهمش زنب ولازم نساعدهم ونقف جنبهم بس مش معنى كده إن يتجوزوا واحد منهم شفتوا انتهى مشروع الارتباط والجواز رغم إنهما كانوا بيحبوا بعض ودي مشكلتك بعيسة زنب أنت وابنك عبد الرحمن كل واحد منكم شايف الحكاية من وجهة نظر مختلفة ما نقدرش نحكم بشكل مطلق مين الصح مين الغلط اللي هيفكر بطريقتك هيقول أيوة طبعا ما عندك حق شاب متفوق متدين الدكتور سيد ظليم يتعوب في تربيته تعمل عشانه تضحيات كبيرة زي دي في الآخر يتجوز بنت ليها سمعة مش كويسة حتى لو كان إيه قبل ما تعرفه وساعتها تابت ما بقيتش كده خلاص مش من قلة البنات يا أخي ولا هيفكر بقى بطريقة ابنك هيقول لك ربنا غفور رحيم وإن التائب من الزم كمال لا زنبة له وإن ربنا غفر زنبات للمية لما شاف إن نيته صدقة ورغبته إنه يتوب ده غير إن في بقى نظرة فلسفية ده إحنا هنتكلم في الموضوع بفلسفة شوية إنه لو الشخص المزنب ده ما لقاش حد يكسر القواعد والأعراف والتقاليد ونظرة المجتمع يعني أو نظرة الناس عشانه هيفضل زي ما هو غير أنفس نوبه وتصرفاته ما هي كده كده خربون طيب وبعدين إيه العمل بقى ممكن أقولك على حاجة من خبرتي المتوضع قوي عايز أقولك يا ست زينب إنه في حاجات كل ما بنحاول نقومها ونغيرها كل ما بتنشف بتبقى أقوى زي اللي بيفضل كده إيه يزوق في الحيطة يزوق في الحيطة عايز يحركها من مكانها هيفضل يزوق يزوق الحيطة مش هتتحرك بس الطاقته هتخلص بس لو حبينا بقى إن إحنا ندوب صخرة قوية قوي وحطينا فوقها هنفيت ماء تنقط عليك كل يوم مع الوقت هتدوب وتتفتفت وده معناه إن العنف والشدة والتصرفات اللي بتطلع مننا وإحنا متضايقين عمرها ما هتبقى الصالح حتى لو كان من جوانا إحنا واثقين إننا على حق بس بالحكس العند بيجيب نتيجة عكسية وبنكتشف في الآخر إن إحنا خسرنا كل حاجة اتقهرنا أكتر خسرنا أكتر بس بقى باللين والصبر والهدوء ما فأقوله سحر سحر كمان لما حاجة تكون إيه قوية وعنيدة زي الصخرة متمسكة بموقفها وهو ممسك في اللي بيقوله مش أقولك بقى استسلمي وقبالي الأمر الواقع والكلام ده لأنه بصراحة لو كنت مكانك أنا مش عارفة كنت هامل إيه لأنه محدش هيحس باللي انت فيه ويقدر يدي النصيحة الصح مليون في المية اللي يرضى عنها ربنا واللي تبقى فعلا بما يرضي الله غلما يكون في نفس المكان محدش مننا عارف هو ممكن يعمل إيه غلما يتحط في نفس الموقف اللي قدامه فيه مش أقولك كلام مثالي مش أقول كلام أنا تحاسب عليه بس هقولك عارفة يعني هي ملهاش حل إنه أنا قدر أقولك يعمل كذا ويعمل كذا إحنا فكرنا مع بعض ممكن يبقى ابنك على حق في حاجات ممكن تبقى أنت على حق في حاجات ممكن الأيام تثبتلك وإن هي ممكن تكون خير زوجة بس هقولك سيبي كل حاجة ربنا يرمي حمولك عليه سيبي هو اللي تصرف زي ما هو عايز يرمي حمولك عليه خلي عندك يقين بالله فيش أعظم من إرادة ربنا هو اللي شايفه عارف كل حاجة وعارف الحقيقة هو اللي عارف إذا كان الغلطان ده محتاج لدرس يفوقه وحد ينتشلهم اللي هو فيه ويخليه أحسن أو ابنك محتاج درس يعرف إن الكلام أمه صح هو عارفة إن في الحالتين أنت هتكون يا متضايق بس عشان خاطر ابنك هتضحي ممكن تكون ببنت دي يا حاجة زينب عملت حاجة حلوة قوي تستهل ابنك الجميل ده يعوضها يكون هو العوض والمكافأة من ربنا ادعي لهم بالخير وادعي ربنا يهدي ابنك اللي فيه خير وصلي استخارة والله يكون فعوانك وما تزعلش مامتك يا عبد الرحمة ما حصل إلا الأم سمعت معانا كلم دكتور محمد في الفقرة اللي فاتت وسمعت كمان مدخلة الشيخ اللي كان معانا وكلام الدين وسمعت مني كلمتين يا رب أكون جبرت خطرك يا حاجة زينب وتدعي لنا احنا محتاجين منك الدعا وربنا يوقف لك ولاد الحلال ويعملك اللي فيه الأصلح ليكي ولا عبد الرحمة ابنك وهطلب من كل المشاهدين اللي في البيت يقولون لو كانوا مكانها يعملوا ايه أو مروا بحاجة زي دي ولا لا طب المجتمع بجد هيقبل كده ولا لا ولا احنا نتكلم كلام مثالي ولما ييجي عندنا نقول لا وهستنكوا في قصة جديدة وأبطال تانين في قصة حقيقية باي باي